السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم يا شباب أهلا بالمتابعين وبكل المحبين لمجال النجارة والديكور بواجه عام النهاردة الفيديو بتاعنا عن طريقة ضبط الفارة بشكل سهل لأن دي كانت مشكلة بتواجه كل الناس ومن ضمنهم أنا في بداية تشتغل كان موضوع ضبط الفارة والكستير بداحة كان صعب شوية فالنهاردة هنعمل فيديو للمبتدئين عن طريقة ضبط الفارة وضبط الكستير بتاعها في البداية نتعرف على الفارة الفارة دي بتتكون من جسم من الحديد المصبوب تمام بتتكون من يد اليد دي بتكون من الخشب أو البلاستيك المطبوخ أو البلاستيك الكتلة واحدة بيتكون من عندنا الجزء ده بيسموه الشركة اللي هو مربوط بمصمار لما نفكه كده ده كده اسمو الشركة تمام هنلاقي بعد كده عندنا الكستير وعليه الغطة بتاعه اسموه غطة الكستير فيه جزء اللي هو الكيرف ده وظيفته انه بيعمل سستة عشان يضغط الكستير وفي نفس الوقت يطلع النشارة اللي انت بتقطعها الناحية التانية مربوطين مع بعض بالمصمار ده هنفك المصمار ده كده ونحرج ده كده اصبع عندنا الجزئين منفصلين تمام؟ هي ده المكونات الاساسية طريقة بقى الضبط في الخطوات هنتبعها بالترتيب اول حاجة الكستير بتاعك يكون زاوية القطع بتاعته مستقيمة يعني معدولة ما تكونش ميلة كده او كده لو ميلة لازم تزبطها تكون الزاوية دي كده مظبوطة مع ده زاوية قايمة القطع مظبوط تاني حاجة يكون حاد جدا زي ما هنشوف كده زي الموس يعني ياخد منك وقت شوية في الحده بحيث رياحك بعد كده في الشغل هنعمل ايه هنجي نجيب الغطا بتاعه ونبدأ الصمولة دي نركبها بالمنظر بكده وبدأ أخلي الغطا بتاع الكستير فوق الكستير بحوالي 3 ميلي زي ما احنا شايفين كده يعني ده كده مسافة مناسبة جدا ابدأ اربط المصمار ولاحظ ان الفتحتين دول مع بعض يعني الفتحة اللي وراء مع الفتحة اللي قدام مفيش فيه وموحدة اعلمت تاني وابدأ اشد عليه شوية بالمفك اهوت ده بالمنظر ده الخطوة اللي بعد كده ابدأ اركب قبل مركب شايفين الدراع ده ده الدراع ده بيحرك الكستير يمين وشمال اخليه في النص بالمنظر ده كده وبعد كده البليا او العجلة دي لازم تكون هي كمان في المنتصف ما تكونش البليا دي وظيفة ان هي بتعلي وتنزل الكستير ابدأ احط الكستير بالمنظر ده كده واتأكد ان الدراع ده هوت الدراع ده الجزء ده راكب في مكان اللي هو الدراع ده الدراع ده مرتبط بالبليا اللي هي بتعلي وتنزل الكستير تمام اتأكد ان هي دخلة في المكان بتاعها مزبوط هوت بالمنظر ده لو ما كانتش دخلة بيتحرك البليا اللي فوق او لتحت بحيث الدراع يسقط في الفتحة بتاعته تمام؟ بعد كده هجيب الشركة ويكون الكليبس مرفوع لفوق بالمنظر ده كده ويضع الشركة من الفتحة الكبيرة كده واضغط عليها كده تمام؟ واضغط كويس جدا على الفرة والكستير بحيث بمنطبقين على السطح المستوي بعد كده ابدأ اشد الكليبس بتاعي اصبحت الفرة كده ايه؟ مزبوطة لو جد بعد كده بقى هبدأ اجرب الفرة واشوف هزبط الكستير بتاعها ازاي هبدأ بعد كده اجيب قطعة خشب مستقيمة بننظر ده كده وابدأ اثبتها بحيث اجرب فيها الفرة واضغطي واضغط الفرة هبدأ اشتغل بالفرة هلاقيها ممكن ان تكونش كويس تمام؟ بالمنظر ده كده هبدأ اوطي الكستير فهفك الكليبس بالمنظر ده ففك الكليبس بس واسيب المصمار وابدأ بالعجلة الورا دي هلفها كده لفة بسيطة جدا عشان تنزل كستير لتحت وابدأ ارجع الكليبس تاني اضغط عليه كده وارجعه تاني تعا نجرب مع بعض كده لقيت الفرة بتاكل من جنب واحد من الجنب ده هبدأ ارجع ارفع الكليبس تاني بالمنظر ده وابدأ احرك الدراع ده لاتجاه التاني هي بتاكل من هنا فانا هبدأ احركها لاتجاه المعاكس عشان يبقى كلها مستوية مع بعضها نزود شوية نزود شوية هذا الخشب طالع بعرض قطعة الخشب وبالرقة ديت ده المفروض معناه ان الكستير بتاعك مصبوط والهبوط بتاعه مناسب انه يطلعه رئيئ بالشكل ده تمان زي ما شوفنا في خلال الفيديو ازاي بنظبط الفرة بطريقة سهلة هما حاجه السطح المستوي ولازم يكون الانشارة بتاعتك رائيئة زي دي كده شايفين دي دخينة ازاي دي ما تنفعش دي معناه ان الكستير ممكن يغرز منك في الخشب ويقف نص الطريق لكن دي لما تضبط الكستير على العمق القليل هيديك نعومة وشغلك هيبقى سلس وتقدر تتحكم في الهبوط والنزول بالفرة على السطح اللي انت شغال عليه اتمنى رب الفيديو كن مفيد ما تنسناش من الدعاء ادعيلي وقول ربنا يكرمه ربنا يكزاه خير وشكرا لكم جميعا شباب ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة